خطر على قاعدة فيكتوريا أو السفارة الأمريكية وإنما هناك هذه الوثيقة اللي نشرت في كل مكان وضحت أكو 15 منطقة وثيقة استخبارية سربت إلى مواقع التواصل الاجتماعي 15 منطقة تحاصر مطار بغداد وكذلك تحاصر السفارة الأمريكية وهي من ضمن الخطط الميليشيوية بحسب شخص موجود في الداخل بينهم مطلع على هذه الأهداف وضعوا هذه الـ 15 منطقة وأبرز هذه المناطق يعني إذا ردنا مثلا نلقي نظر عليها طبعا حتى نشوف تفاصيلها يعني مثلا على مطار بغداد هذا هو طبعا مطار بغداد إذا ردنا نعرف هذه المناطق أبرزها وأخطرها هي طبعا عقرقوف عقرقوف قريبة والرينج مالتها والمدى مالتها يوصل إلى أقل من 8 كيلو متر ومن دون أي مشكلة كذلك أبو غريب هي تبعد فقط 7 كيلو متر عن قاعدة فيكتوريا من دون أي مشاكل باستخدامهم للصواريخ وكذلك أيضا مزار أبو غريب هي أيضا مرشحة وهي الأقرب والأخطر على الرغم من عدم ذكرها ولكن هي تظل مع أبو غريب ممكن من المزارع مثل ما يسوون من ديالة على قاعدة بلد الجوية وبالتالي هذه توصل إلى 4.5 كيلو متر تقريبا مسافة خطرة جدا وأيضا هناك هذه النقطة التي تمثل منطقة اسمها حميد شعبان التي موجود بها جامع في هذه النقطة تحديدا أيضا ممكن تشكل خطر ب7 كيلو متر على هذا الاتجاه فلذلك شوف الاتجاهات الكثيرة اللي موجودة اللي ممكن هم يستهدفون منعدها مطار بغداد وقاعدة فيكتوريا ولكن أكو نقاط أخطر بعد اللي هي ذكرت ذات السلاسل وكذلك السلاميات اللي هي تيجي من هذا الاتجاه من بعيد وهذه تيجي طبعا من على بعد 15 كيلو متر تقريبا بالنسبة لذات السلاسل إذا ما ذكرت وإذا ما استخدمت وهذه المنطقة ذات السلاسل بذكرها بهذه المسافة فإحنا قاعدين نحكموا على صواريخ كاتيوشف وإنما صواريخ قراد وقد لا سمح الله نرى المسيرات المفخخة مرة ثانية مثل ما شفناها في مطار أربيل لذلك هذا النقاط يعني حتى لو القوات الأمنية أخذت حذرها على مستوى مطار بغداد فهذا لا يعني شيء لأن هذه الصواريخ ستنهال على هذه النقاط وستكون مؤثرة للغاية في نفس الوقت إذا كان نظرة سريعة أيضا على السفارة الأمريكية والمناطق التي تحاصرها بحسب هذا التقرير التي تسرب وحقيقة يشكل ضجة كبيرة جدا هذه هي السفارة الأمريكية طبعا إذا نريد نلقي نظرة على النقاط التي انطرحت زيونة هذه طبعا إحدى النقاط المهمة التي ممكن أن تستهدف طبعا السفارة الأمريكية بمساط بررينج ماتي كاتيوشف كذلك هناك الجمعية التي هي من ضمن منطقة زيونة وأيضا هناك تل محمد أيضا هي إحدى النقاط المذكورة في هذا التقرير وهي قد تكون الأخطر من طبيعة توجهها بهذا الاتجاه على السفارة الأمريكية وأخطر النقاط القريبة على السفارة هي شيخ عمر شيخ عمر تقريبا 4.7 ممكن أن يعني حقيقة مسافة قريبة جدا 4.7 كيلومتر ممكن أن تكون مؤثرة وممكن هذه المناطق كلها تضرب وتستهدف السفارة الأمريكية في نفس الوقت وتشتت منظومة السيرام وبالتالي تصير إصابة مباشرة فهاية كلها مذكورة في وثيقة استخبارية عراقية مهمة على هذا الأساس لذلك المهمة صعبة جدا ولا بد يعني هناك تأمل كبير جدا أن يصير نجاح في قضية المباحثات وتهدئة الوضع حتى نتفادى مثل هذه السيناريوهات قدر الأمكان